أكو تفاوض بالتعويضات والامتيازات من المحافظة إلى أخرى عندكم معلومات بهذا الخصوص؟ هذا يصير حسب تفاعل الحكومة المحلية ونشاطها واهتمامها بهذا الخصوص وإلا هو الحقوق وكلها المقررة ثابتة للجميع وأعتقد المرحلة القادمة مرحلة مناسبة للتحرك على الحكومات المحلية باعتبار انتخابات جرت ومجالس محافظات جديدة وهذه المجالس المفروض تكسب رضا ذو الضحايا سواء ضحايا النظام البائد أو ضحايا الإرهاب عوائل شهداء الحجد الشعبي القوات المسلحة ومنهم شهداء سبايكر بعض المحافظات بادروا وكان هناك متابعة جيدة حصلت هذه العوائل على قطع أراضي ونتأمل من المحافظين أن يخدمون هذه الأراضي يعني قطعة أرض متروكة في منطقة معينة تحتاج إلى بنية تحتية بحيث تشجع ذو الضحايا للبناء والإكمال فاليوم كان لدي اتصال مثلا بمحافظ واسط بحضور عوائل الشهداء وأعدني خلال شهر يصير فرز لقطع الأراضي وتوزع لأربعة وثمانين عائلة شهيد سبايكر يعني هذا معدد كبير وفي الناصرية تقريبا توزعت قطع أراضي على عدد كبير منهم قبل ثلاثة أيام كان هناك لقاء بين عوائل شهداء سبايكر ومحافظ بابل مشكورا وأوعدهم بإكمال توزيع قطع الأراضي لذلك أنا أدعو مؤسس الشهداء ونحن بخدمتكم أن يكون هناك متابعة مع الحكومات المحلية مع المحافظين ليكونوا أمام الأمر الواقع اشتركوا في القناة